اهلا وسهلا بكم عزيزي طلبة الطالبات الصف السلس الزراعي مجال التصنيع الغزائي في حلقة جديدة من مادة الصناعات الغزائي تسكيلة سريعة خدنا في الحلقة الماضية في بداية الوحدة الاولى خدنا تعريف كل من المربى الجلي المرملاد الفكهة المحفوظة بدنا نعرف ايه الفوارق في التعريفات وبالتالي عرفنا في بعض الخطوات اكيد هيبقى فيها اختلاف في عملية التصنيع بدنا نقول ان من المهم جدا تعرف المواد الخام اللي بتدخل في عملية التصنيع ذكرنا في الحلقة السابقة على رأس هذه المواد اللي هي المواد الخام النباتية اللي هي سواء كانت فكهة او خضار او ازهار ايضا يعتبر المرحلة التانية او المادة الاخرى التانية عبارة عن السكر المضافة يتبقى لنا جزء اساسي جدا في عملية التصنيع واضافة البيكتين اللي هي المادة الربطة اللي من اصل لنباتي اللي بتيجي اما من طبقة الاليبيدو في البرتقار او التفع ايضا حمض الستريك اللي بيجي من عصير الليمون اللي بيعمل عملية احلال ماء للسكريات اللي دخلها في التصنيع وبالتالي يمنع ظاهرة التسكير نستكمل مع بعض حلقة النهاردة بجزء فاضل في المواد الخام وهي تعتبر من المواد الخام المكملة ليست الاساسية يعني ممكن مضافش هذه المواد وهي المواد الاخرى على سبيل المثال منها اننا زي ما قلت ممكن استبدل جزء من السكر بالمحليات الصناعية امتى ده يا مصدر لما يكون هعمل مربة او هعمل احدى المنتجات اللي موجودة عندي لزوي الاحتياجات الخاصة اللي هي مرضى السكر وبالتالي لازم اكتب على المواد بتاعي تاني وبذكر نوع المحلة الصناعي المستخدم وإلا ادخل تحت بند طائلة الغش التجاري ممكن استبدل جزء من البكتين بالجيلاتين والاغار والتاني نفس التنبيه لازم اذكر على الليب البتاعي في المنتج اننا مستبدل جزء من المادة الرابطة النباتية اللي هي البكتين بالجيلاتين او الاغار ايضا اضافة الملونات الصناعية او الطبيعية خد بالك في نقطة الصناعية او الطبيعية هنا الصناعية يبقى لازم ارجع لهاية التوحيد القياسي ووزارة الصحة انا هستخدم ملون صناعي يبقى اذا ملون صناعي يكون متماشي مع نوع المنتج اللي عندي وهتقول يعني متماشي مع نوع المنتج اللي عندي يعني مثلا على سبيل مثال لو انا بعمل مثلا مربة فراولة فمعروف ان الفراولة لونها احمر فنلازم استخدم ملون صناعي لونه احمر بالنسب ايها مصدر المنصوص عليها في هيئة التوحيد القياسي تب لو بستخدم ملون طبيعي هل له نسب لا الملونات الطبيعية ليست لها نسب لان بتبقى حسب زوء المستهلك واللي بيحكمني هنا طعم المنتج اللي موجود عندي لانها ليست ضر على الصحة ايضا عندي اضافة نسبة بسيطة جدا من المواد الحافظة مثل بونزوات السوديوم وبعد انا قلت بعض المصنع قد لا تضيف بونزوات السوديوم ده راجع ليه لان عندي حاجتين بيعملوا عامل الحفظ اللي هي تركيز السكر 68 الى 70% ايضا اضافة حامض الستريك ولو اني مش الهدف الاساسي منه عملية الحفظ ولكن لازم تبقى فاهم انه ايضا يعتبر نوع من انواع حفظ المربة او الجيلة او المرملاد او الفكرة المحفوظة اللي هيتم تصنعها نظرا لتزبيته لمعظم انواع الميكروبات تحاونا نستكم كلا مع بعض خطوات بقى صناعة المربة خلي بالك اني لما اجي اقول لك خطوات صناعة المربة عندي 3 خطوات الخطوة الاولى هي مرحلة التجهيز الخطوة التانية المرحلة اللي هي الطبق الثالث مرحلة اللي هي التعبئة والتغليف عشان في الامتحان ممكن يقول لي ايه هي مراحل صناعة المربة او خطوات صناعة المربة فلو قال لي مراحل صناعة المربة يبقى انت عارف انهما ثلاث مراحل فقط تانية لو قال لي مراحل اذكر مراحل صناعة المربة وما ثلاث مراحل المرحلة الاولى اللي هي التجهيز المرحلة التانية اللي هي الطبق مرحلة الثالثة التعباء والتغليف طب لو قال لي خطوات خد بالك ان تحت كل مرحلة خطوات يعني لو مسكت التجهيز ارجع بقى للشاشة هتلاقي في خطوات في عملية التجهيز وتشمل هذه المرحلة عدة عمليات اه ركز بقى هنا عندي غسيل عندي فرز عندي تأشير عندي تقطيع عندي ازالة بزور عندي سل كل العملية دي بتتم على حسب طبيعة المادة الخام النباتية المستخدمة يتباحها كل ده في التجهيز خد بالك يتباحها اضافة السكر بعد نسب مهمة ارجع بقى معايا هنا عشان الجزء ده مهم لازم ان تفهمه في التجهيز في اكتر من خطو لكن في خطوات منه اساسية في كله يعني لما اجي اقول غسيل ده اساسي في كله هعمل اي نوع من انواع المربى اساسي ان انا اعمل غسيل فرز وتدريج هو اساسي في كله بعمل بقى مربى تين مربى بلح مربى جزر اي نوع من انواع المربى ففي خطوات اساسية من الغسيل من الفرز والتدريج ارجع بقى في خطوات مرت عليك زي السلق زي التأشير زي نزع النواع دي خطوات على حسب نوع الصنف فلو انا عندي صنف فيه بزور هنزع البزور لو عندي صنف صلب فانا هعمل عمليات ايه سلق خد بالك يجي يقول لك علل ده سؤال برضو في الامتحان هيقول لي علل لا تزيد مدة سلق السمار في صناعة المربى عن الخامس دقائق تاني يفضل لا تزيد مدة سلق السمار في صناعة المربى عن الخامس دقائق هو ليه مصطر الاجابة بتاعتي خد بالك ان الماد الخامس النباتية محتوية على البكتين فلو انا زودت فيه عمليات السلق فانا بكسر البيكتين فبالتالي المربى اللي هتبقى موجود عندي هتبقى في الصورة السائلة ومش هستفيد مطلقا بالبكتين اللي موجود فيه الصمار اللي موجود عندي ده سؤال داخل عملية الايه عملية التجهيز بس من احد عملية التجهيز يا اضافة للسكر تعالي شوف النسب وارجعوا لك ايه هي النسب دي بقولي بعدة نسب ما بين السكر والصمار منها خمسين سكر الى خمسين فاكه او خمسة واربعين جزء فاكه الى خمسة وخمسين جزء سكر والعكس او واحد الى واحد وربع وزنا بين الفاكهة والسكر ارجع لي هنا يعني ايه نسب دي يا مستر يعني عايز يقولي لو انا بصنع مربى ايا كان نوع المربى ففيه نسبة اضافة اساسية ما بين الفاكهة اللي انا استخدمها والسكر المضاف احنا خلاص اتفقنا ضمنيا على حاجتين اللي هو البيكتين والحمض ان فيه 3 جرام الى 4 جرام سواء في البيكتين او الحمض يا اما ليه السكر المضاف يا اما ليه البكتين يبقى انا عندي اتنين عليهم الحملة اكبر في الصناعة اللي هي السكر والصمار طب ايه النسب اللي انت اتكلمت عليها دي يا مستر بقولي يا اما ضافها واحد الى واحد اللي هي خمسين الى خمسين يعني الفروض بقولك لو سمحت صنع لي كيلو من مربع التين البرشوم كيلو ده اللي هو الخليط ده عبارة عن خمسم خمسمية جرام من التين البرشوم كثمرة وخمسمية جرام من السكر ده اسمه نسبة خمسين كيلو سمار احط اصدها كيلو سكر بس في هنا سؤال اوي انا عايزك تاخد بالك منه اوي كيلو سمار وخلاص لا كيلو سمار مجهز تين كيلو سمار مجهز ليه مستر بطوك كيلو سمار مجهز ليه لان انا وجدت كيلو سمار على سبيل المثال مثلا من البلح فالبلح انا بقولك احدى احدى خطواته هنزع النوى فالنوى ده هيوزن جزء من البلح فلازم ان يبقى عندي السمار المجهزة هنا كام الصافي بتاعها كيلو فهستخدم المصادة هولي يكن كيلو من السكر لو جبت تين برشومي فانا هقطع الانبع اللي موجود ورا في التين فده ايضا بياخد جزء من السمار اللي موجود عندي يبقى اول نسبة ان انا كيلو من السمار المجهز الى كيلو من السكر نسمعه خمسين الى خمسين ايه بقى خمسة واربعين جزء من الفكهة الى خمسة وخمسين جزء من السكر والعكس يعني ايه العكس يا مصدر ان انا ممكن اعكس وخلي خمسة وخمسين جزء من الفكهة وخمسة واربعين جزء من السكر هفصرها لك على نفس الكيلو لو انا بشتغل بهذه النسب على كيلو من المربع وافترضنا ان المربع دي تين برشومي فانا هستخدم ربعمية الى خمسة واربعين ربعمية وخمسين جرام سمار مجهزة الى خمسمية وخمسين جرام من السكر دي اسمها 45 جزء من الفكهة إلى 55 جزء من السكر العكس بتاعها يا مصدر أنه ممكن أعكس وأستخدم 550 جرام من السمار أو الفكهة أو الخضر إلى 450 جرام من السكر دي تاني نسبة اللي هي 45 إلى 55 والعكس يبقى النسبة 1 إلى 1 النسبة الثانية 45 إلى 55 والعكس النسبة الأخيرة 1 كيلو من السمار إلى 1 وربع من السكر يعني إيه؟ يعني لو أستخدم كيلو من السمار المجهز أستخدم كيلو و250 جرام من السكر أرجع أشوف النسبة هنا تاني على الشاشة عشان تتذكره كده فيه أربع نسبة نضافة ومصدر يعني من نسبة 1 إلى 1 اللي هي 50 سكر إلى 50 فكهة أو 45 جزء فكهة إلى 55 جزء من السكر والعكس بتاعها يبقى كده نسبتين فوق النسبة الأولانية لـ 50 إلى 50 أو النسبة الرابعة 1 إلى 1 وربع وزنة بين الفكهة والسكر طيب هو السؤال اللي يجي في ذهني يا مصدر ما أنا عندي تين برشومي ما أنا عندي تفاح ما أنا عندي فراولة ما موجود عندي أصناف كتيرة جدا من الفكهة والخضار اللي أنا بصنع منه إمتى بحط النسب دي؟ إمتى أخلف النسب دي؟ النسب دي يتم حسابها على حسب أكتر من مكون أو أكتر من هدف الأولاني نسبة السكر اللي موجودة في الفكهة عندي فلو الفكهة اللي أنا بستخدمها منخفضة في السكر فأنا هرفع نسبة تركيز السكر طيب لو الفكهة اللي أنا بستخدمها نسبتها عالية في السكر فأنا هقلل من نسبة تركيز السكر يبقى دي أول حاكم بيحكمني في النسب اللي موجودة دي طيب إيه تاني يا مصدر؟ آه على حسب الطعوم اللي موجودة عندي ففيه فكهة بتبقى عالية في الطعم فأنا محتاج نسبة السكريات ممكن أقل فلو فكهة أوليها في طعم فأنا هزود نسبة السكريات الموجودة عندي طيب إيه تالت يا مصدر؟ آه على حسب الفكهة اللي موجودة عندي هل الفكهة دي قوامها من البكتين أو محتوىها من البكتين منخفض؟ فلو محتوىها منخفض على سبيل مثال أشهر مثال عندي الفراولة فالفراولة لازم أزود نسبة السكر بتاعتي فتبقى كيلو من الصمار إلى كيلو وربع من الصكر يبقى لو محتوى البكتين بتاعي قليل فأنا هنا لازم أرفع من تركيز الصكر يبقى أنت مركز معايا هنا أنا إمتى بستخدم النسب دي إما على حسب نسبة السكر في الفكهة أو على حسب نسبة البكتين اللي موجودة في الفكهة أو على حسب الطعم اللي موجود في الفكهة هو اللي يقول لي إمتى أخلف النسب اللي موجودة عندي دي يبقى خد بالك إن النسب دي كلها دخلة في مرحلة التجهيز تعالى نشوف المرحلة اللي بعد كده الطبخ بولي الغرض من هذه العملية هي مزج اجزاء الفاكهة بالسكر وتشبهها جيدا حتى يصل التركيز النهائي للعملية 68.5 الى 70% ويصبح السكر وحده كافي لعملية الحفظ ركز في الكلام ده الكلام اللي هو موجود قدامنا على الشاشة الغرض من هنا ان انا بشبع الفاكهة اللي موجودة عندي بالسكر المضاف عشان اوصل للتركيز بتاع 68 الى 70% وبالتالي يصبح كافي لعملية العملية الحفظ طيب يستخدم في هذه العملية اوعية من الالمونيوم او الصلب الغير قابل للصدق عشان ايه مصدر عشان ما اعملش اجسادة ليه عشان ما يدينيش لون مغاير ليه المربع اللي موجودة عندي ويتم التسخين في اواني مفتوحة واللهب المباشر وذلك قد يسبب الطعم المحروق ولذلك تتم هذه العملية في المصانع الكبيرة في اوعية مغلقة وتحت ضغط وتفرير تعال نشرح الجزء اللي كان موجود في حتة الطبق ليه الطبق هي المرحلة رقم اتنين خد بالك بقى هوت انا قلت المرحلة الاولى وعدت وفيها اكتر من خطو المرحلة رقم اتنين المرحلة رقم اتنين هي الطبق انا هدف منها ايه عايز اشبع السنار بالسكر لذلك دايما بننصح كل ابنانا وابنانتنا طبع حتى في معاملنا واحنا شغالين معاهم وكل ما عاملنا خلي بالك على مستوى الجمهورية فيها حيلة طبخ المرحلة وذات جدار مستوى يعني مش لهب مباشر خد بالك من لانا بقوله ده كويس اول فبنقول للابنانا وابنانتنا طبع طلع الفاكهة الاول وحطها داخل الحلة اللي موجودة عندي ووزن كمية السكر المضافة ويسيبهم ساعتين تلاتة ليه مستر انا عايز السكر ده يبدأ ياخد العصارة اللي موجودة جوه الفاكهة ويكون محلول سكري الهدف الاولاني انا بكون محلول سكري من الفاكهة نفسها الهدف التاني لو انا بعمل عمليات تقليب داخل الحلة ومش موجود عندي السائل والعصارة ده قد يحدث حرق للاجزاء الملمسة لجدار الحلة اللي موجود عندي يبقى ده مهم او تعرفه في عملية الطبق عايز اقول لي في الجزء التاني كان من الطبق ان انا بعمل الطبق اما في اللهب المباشر اما في الاواني اللي تحت تفريغ في المصانع اللهب المباشر لو انا ما عنديش امكانيات حلل الطبق اللي هي المجهزة بالضغط فانا باضطر حطها على حلة على النار ولو انت في المنزل وما ما بتعمل وانت بتحاول تعرفها انت عملت المربة ازاي فانت بتقولها على الحلة اللي موجودة على النار بس لازم ان تفضل في حال التقليب مستمر ليه؟ عشان ما عملش حرق ليه الأجزاء اللي موجودة وملمسة للأواني واللهب المباشر خد بالك من النقطة دي قوي وبالتالي مش هسيب جزء من الكارمالة والطعم المحروق في المربة الناتجة عندي لكن غالباً ده ما بيحصلش في المصانع الكبيرة يبقى فيكيوم أو حلل تحت ضغط وبالتالي مزيج من البخار داخل الجدار المزدوج وهي اللي بتعمل عمليات التسخين والتركيز في عمليات الطاقة تعالوا كامل كده مع الشاشة بتاعتنا ونرجع نستكمل جزء من الطبق في الشارع بقول لي أثناء عملية الطبق إياد فوريم على السطح قد بالك من اللي بيحصل ده كويس قوي وانت بتسوي بياد فوريم على السطح ده عبارة عن إيه يا مستر بروتينات قابلة للزوابان بتتجمد بالحرارة ويتم قشتها باستمرار يجي سؤال في الامتحان ركز معاي يقول لي إيه هي علامات نهاية نطج المربع تاني إيه هي علامات نهاية نطج المربع أول علامة إن اختفاء الريم من على السطح تاني لو أنا راجل بصنع المربع دي في المنزل عندي فأنا بقلب باستمرار فأعرف إن أنا بدأت أدخل في عملية نهاية التسوية منين إن كل شوية بيظهر الريم على السطح فأنا دايما بقشطه بالمعلقة بتاعتي لما بدأ لقى الريم ده بدأ يقل ويختفي أعرف إن أنا دخلت وقربت على التركيز بتاعي اللي هو الـ 68 إلى 70% هنا دي علامة من علامات نطج المربع بل يضاف حمد الستريك قرب انتهاء عملية التركيز بنسبة 3 جرام لكل كيلو جرام سكر خد السؤال ده كمان يقول لي علل إضافة حمد الستريك والبيكتين قرب نهاية عملية الطابقة ليه ما بتضفوش في بداية عملية الطابقة علل إيه السبب لأنني لو ضفت سيادتك البكتين أو ضفت حمد الستريك في بداية الطابقة ده إن هاخد وقت طويل قوي في عملية الطابقة رقم واحد لأن الحمد هو أدره إيه مش هو أدره إنه يحل السكر اللي موجود عندي فده لو حللي السكر من بداية الطابقة لسكريات أحدية هاخد وقت طويل قوي عشان أوصل لعملية النطج والتسوية فبالتالي لازم أضيفه قرب نهاية عملية إيه عملية الطابقة عشان ما طولش أو ما طولش مدة إيه مدة الطابقة اللي موجود عندي هكذا البكتين لو ضفته في الأول وخد درجات حرارة لمدة طويلة هيحصل له إحلال وبالتالي هيحصل إيه يا مستر مش هستفد من البكتين والمربع هتعمل لي إيه بسيولة وبالتالي أيضا دي من ضمن الأسئلة شوف إحنا ماشيين مع بعض كل حلقة بنذكر أسئلة بتيجي في المناطق معينة في الامتحان تعال نرجع تاني للشاشة بتاعي بقوله ده في حمد الستريق قرب انتهاء عملية التركيز بنسبة ثلاثة جرام لكل كيلو جرام سكر ويعرف نهاية عملية الطبخ تعال بقى تاني تاني السؤال اللي أنا كنت لسه باسأله لك اللي بقولك علل إيه هي نهايات عملية الطبخ اه كان حاجة منها اللي أنا قلتها لك اللي هي اختفاء الرين من على السطر ده حاجة واحدة بس يا مصدر طب ويال إجابة في اللي بتاعنا حاجة واحدة لا بس أنا بجيب لك في كل منطقة الإجابة تكملتها اللي هي إيه إن أنا أوصل إلى درجة حرارة 222 درجة فرنايتي يبسدتك في المعمل معاك ترمومتر فأنت كل شواء بتقيس درجة الحرارة لو أنا وصلت إلى 222 درجة فرنايتي يبقى أنا وصلت إلى نهاية طبخ المراب طيب ما فيش ترمومتر وأنا ما عنديش الخبرة بس عندي جهاز رفراكتوميتر بقيس تركيز السكر فلو أنا كل شواء باخد عينة وبقيس تركيز السكر وصل 68 إلى 70% ده نهاية طبخ المراب يبقى فيه كم علامة فيه ثلاث علامات لحد دلوقتي لنهاية طبخ المراب رقم واحد اختفاء الرين من على السطر رقم اتنين ووصل درجة حرارة 222 درجة فرنايتي رقم تلاتة وصل التركيز 68 إلى 70% تعال نشوف تاني على الشاشة عشان ما تنساش النقط دي يبقى أنا يا إما يختفي الرين أو أن أنا أوصل إلى 282 درجة فرنايتي أو أن أنا أوصل بالتركيز من 68.5 إلى 70% تتم تعبئة أو عملية تعبئة في علب من الصفيح أو كياس من البولي إيسيدين وغالبا فيه برطمنات من الزجاج طب تمام بعد عملية التعبئة يتم غلق البرطمنات جيداً ثم تقلب البرطمنات على الأقطية لضمان تعرضة لضراغات الحرارة العالية في المربة لتعقيم بقى لك في النقطة دي لو إحنا في عملنا طبعاً في المصانع بيدخل المعاقم فالمعاقم بيرفع معايا 222 درجة فرنايتي تاني للتعقيم الإيه؟ العبوات اللي موجودة عندها في المعمل دايماً نفضل إن إحنا نطلع أو دايماً نضيف أو نعمل عملية التعبئة للبرطمنات على السخن عم ربك تبقى واخدها درجة الحرارة كان من يا مصدر 222 درجة فرنايتي نفضل نعبيها على الدرجة السخنة دي ليه؟ عشان أعمل تعقيم للبرطمنات اللي أنا بعبي فيها بس خد بالك وأنا لما أعمل كده يا مصدر أقفل لا ما قفلش أستنى شوية ليه؟ لأن لو أنا قفلت على درجة الحرارة عالية يحصل تكاسف لأخر الماء من جزء من الهواء اللي موجود ما بين الغطى والمربة اللي موجودة في البرطمنات فبالتالي يفضل أن أنا أسابها هتابرادو بعد كده أقفل وغالبا في كل ما عملنا موجود حاجة اسمها شمع البرافين شمع البرافين ده شمع يعتبر بيجي من المصادر النباتية وبالتالي هو غير ضار فبنعمله عملية تسيح وبنضيفه على سطح البرطمنات عشان يعمل لي طبقة عزلة مع الهواء وبالتالي ما بقاش فيه عرضة للأتربة أو الميكروبات وبالتالي ما عملش عملية فساد في المربة تعالوا نكمل مع بعض كده غش المربة السئلة بتيجي دايما في الامتحان يقول لي أذكر أنواع غش المربة وكيفية تلافيها برضو السئلة تانية في الامتحان بتقول لي أذكر العيوب الوارد حدوثها في المربة وكيفية تلافيها وانت ليه يا مستر بتقول لي الغش وانا بقول لك الغش عشان تعرف ان احنا ازاي نغش لأ عشان نبقى عارفين الطريقة الصعبة في التصليم اللي حصل له عمليات غش تعالوا نشوف كده مع بعض ايه هي طرق غش المربة بقول لي بعض هذه المواد تسبب عيوبا هامة في مظهر المربة النتجة ده اكيد وشيء بديه خدت اضاف بعض المواد زي النشا او الاغار او الجيلاتين لاعطاء المربة قوام غريز فهنشوف كده الفيديو ده لتعبية المربة دي ايضا عبارة عن نوع من انواع الفاكهة سواء كانت تفاح او حسب نوع المربة لو هيشتغل مش مش دي خطوط انتاج لو انت خدت بالك وان يبقى الغذاء زي ما انت شايفه بيبقى محطوط في البرانيك بتاعته والعامل هنا زي ما انت شايف لابس الجوانتي بتاعه ولابس البلط بتاعه ولابس بريه فوق الرأس عشان يرقاش فيه جزء من الشعر او الاجزاء اللي ممكن طبعا من الشعر بتاع فروط الرأس داخل المنتج وده طبعا ايه جزء من الفاكهة او البرتقان اللي عمله عملية زي ما يقول بقى التخليل بس المرة دي مش تخليل بالملح بي السكريات وبيبدأ يفرغ اللحم بتاعي بتاعها عشان يجهزها العمليات الايه العمليات التسوية النهائية وعمليات الايه وعمليات التعباء والتغليف كل العصارة اللي انت شايفة دي عصارة داخلية من المربة اللي موجودة عندك فانت مركز اوي خلي بالك ان القشر ده ممكن يحتاجوا ايه ممكن يحتاجوا ايه مستر ممكن يحتاجوا بشكل مهم اوي في صناعة ايه اه في صناعة المرميلاد لو انا عايز اضيف مرميلاد او صنع مرميلاد من البرتقان فبالتالي ممكن استخدمه في الصناعة دي خد بالك القشر اللي نازل هوت ما ما تخلش منه بالعكس استخدمه تاني ممكن يعمله عمليات هارس وتعطيئة زي ما احنا شايفين ويدخلوا في ايه في صناعات اخرى وتسوية تاني على النار ويبدأ يدخلوا لو بيعمل صناعة ايه صناعة مرميلاد ولكن هو اخد اللحم بتاع صناع البرتقان وهيبدأ يعمله عمليات هارس وعمليات ايه وعمليات اضافة مع السكر والتركيز النهائي بتاعه ويبدأ يعمله عمليات ايه عمليات تسوية وتعبئة فيه على النار. هنا لو ده يحتفظ به كده بيحتفظ به كده ويبدأ يدخلوا تاني فيه اماكن ليه عمليات تلاجات الحفظ لو هيستخدمها على طول في التصنيع فيخش على طول على التصنيع. هنا كل دور العمال اللي انت شايفهم لو فيه اي جزء غريب او جزء من الشوائب لان ده يظهر فيه المرباط اللي موجودة عندي زي ما انت شايف هو ده عملياتها حتى لو بيعمل عمليات تصنيع على اللهب او الجزء المفتوح فلازم دايما نبقى في حال التقليب الجزء اللي بيبرد عندي او اللي بيطلع عندي بيبدأ يصبه هوط صبه فيه الادوس اللي موجودة عندي ده عشان يعمل له عمليات غالي هو الاخر وعمليات رفع لي التركيز اللي موجودة عندي عايز يوريني الوزن بتاعي كان قد ايه عشان يقدر اصاده قد ايه من السكريات المضافة او اللحم المضافة فبالتالي يقدر يوصل ليه النسبة المزبوطة فيه عملية ال ايه عملية التصنيع قد بقى لك دي خطوط انتاج واللي بيبقى قدامك الجزء الملون ده اللي هي عبارة عن الفاكيومات اللي بتحتوي ام على السكريات او العصار او المراب او السمارة اللي هتم لها عمليات ايه عمليات تصنيع بينقل طبعا ليه الفاكيوم تحت ضغط اللي انت شايفه فوق ده حالة تحت ضغطها هتتقفل في النهاية عشان يعزلها عن البخار لان ده هيضاف عليها نسبة السكريات اللي هي المعدل للصناع وبالتالي هيعمل عملية التسويق بالشكل اللي هو عايزه طبعا دي لوحد التحكم اللي موجودة قدامي ويبدأ عملية طبخه طبعا فتح دلوقتي عشان يوريك بس العملية بتتم ازاي لكن هو في الغالب بيقفل الفاكيومات دي كلها عبارة عن حلل او فاكيومات تحت ضغط او تحت تفريغ بانها بيملى كل الفاكيومات بتاعته وبيقفلها عشان يوصل ديه درجة حرارة 222 درجة فرنهايتي اسناء عمليات الغليان دي اكيد بياخد عينات عشان يعمل لها عملية خياس للتركيز فبالتالي هيوصل ديه التركيز المناسب اللي هو عبارة عن 68 الى 70% كل دي عبارة عن فاكيومات او حلل تحت ضغط طبعا بتتفرغ من الاخر وده نحاس غير طبعا عشان يبقى غير قابل للصدق وبالتالي ما يتفعلش مع المادة الغذائية ولكن افضل دلوقتي الحلل اللي بتبقى بالألموني ودي طبعا زي ما انت شايف عبارة عن البرطامنات الاوعية الزجاجية اللي بتدخل الى المعقم الاول ويتعملها عملية تعقيم وبعد كده بتبدأ تخش على حاجة اسمها الفلر او خط الفلر خط الفلر اللي قدامك ده اللي هو بيبقى فيه عملية التعباء اللي بيتقابل طبعا البرطامنات بعد ما بيبقى زابط الوزن بتاعي فيه الفلر او المعبق زي ما انت شايف عشان في النهاية يبدأ يعبى بالوزن اللي هو عايزه سواء كان بيعبى كيلوهات او بيعبى نصاف من الكيلوهات او بيعبى على حسب بالجرامات 450 جرام او 400 جرام او 800 جرام او 800 جرام حسب نوع التعباء في البرطامنا اللي موجودة عندي وبكده هنكون وصلنا الى نهاية حالة النهاردة واتمنى يكون كل مشاهدين استمتاعوا معنا والى لقاء اخر باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى